وأعتقد أن الجهود الإيرانية المبنية على دعم سعودي السعودية تبدل جهد كبير وجبار من أجل كبح جماح اندلاء أي حرب لأن من مصلحة السعودية أن يبقى الوضع هادئ من مصلحة الولايات المتحدة أن لا تنشب حرب لها بداية لكن ليس لها نهاية من مصلحة إيران أن لا تدخل في إيطان حرب لأن لديها مصالح لديها مصانع لديها معامل لديها مفاعل لديها منشعات حيوية الآن السعودية لماذا اقتبت بسرعة على إيران؟ لماذا إيران هددت أو أوصلت رسائل إلى السعودية والإمارات والكذا الطائرات أو الصواريخ التي تخرج لضرب إيران من مطاراتكم ماذا تملك السعودية حتى أنت صدروا بيان الآن ما الذي تملكه السعودية للتأثير في القرار الدولي؟ مثلا مصادر الطاقة منظمة أوبريك علاقة بأمريكا علاقة بأمريكا نحن أكثر واحد على أكتب أمريكا لا أحنا أبدا على أمريكا تنظرونا أحنا أبدا لا تنظرونا صديقني كصديق أبدا أمريكا لا تنظر في يوم ما إلى العلاقة كصديق حتى في وقت الكاظمي هي علاقتها وطيدة الكاظمي لكن لا تنظرونا كصديق لكن عندما رفع نتنياهو الخارطة من هنا تدرس ساتقوها يا دكتور ساتقوها يا دكتور ساتقوها يا دكتور أنما قال هؤلاء دول الشر وهؤلاء دول الخير هذا جميل هذا المحور هذا قوة السعودية الآن في علاقتها المتميزة مع أمريكا وأصبحت فعلا دولي مع أمريكا يمكم صادقوها حتى تتحولوا إلى قوة إذا الصداقة مع الأمريكان صارت قوة أنت والولد خفوا إيديكم عليهم وصيروا أصدقائهم سيد فاطل ويالله والتليفون أنا أختلف معك اختلافا جذريا أنا أختلف اختلاف جذري معك يعني اليوم السعودية عندما تريد أن تبني علاقات مع أمريكا مقابل لا شيء هذه علاقة تثلز من المسفيني شخصيا لا أرى هذه العلاقة السعودية اليوم باوع سيد العزيز الحرب مع الصليبيين والحرب مع اليهود والحرب مع كذا هذه حرب لا يمكن أن تنتهي في ليلة وضحاها بعنوان معين بعنوان صداقة إلى أمريكا هذه حرب الجميع الآن كان يذكر صلاح الدين ورسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى فلسطين والقدس وغيرها أين ذهبت هذه الدعوات أين انتهت هذه الحروب أليس هناك نوع من التمجيد بهذا التوجه الآن عندما اختلفت الصورة وأنت قلتها أصبحت قضية ذات طائفة معينة أو ذات مذهب معين اختلفت الصورة أصبحنا لازم ندور العلاقات وإن أمريكا حتى نجعل إيران هي عدوتنا هذه مسألة يجب أن يكون واضحة السعودية لا تستطيع أن تقوم بأي شيء أنا ما قلت يا دكتور عبدان صادق الأمريكان حتى تعادل الإيرانيين لكن أنا قلت مثلما السعودية استثمر والله هي هذه السياسة هي هذه السياسة وموقعها ومواردها أنا ردي أكثر بالسعودية أنا ردي أكثر بالسعودية بس سعال نجم أنا أقولها مو أنت نعم سعال نجم سعال نجم ما أنا أقول هذه أنا أقول هذه مو أنت تقولها طيب أنا أقولها أنا أقولها تبت على النفس السعودية عندما تبني علاقاتها مع أمريكا وتعترف بالتطبيع أو غير ش голل هي إنما ت... الآن وعين الموقف هذه الدول وليس من العار على هذه الدول تبقى صامتة أصبت هذه إذا وقفت حيادية عيب عليها لأن هذه قضية تمسها وتمس دينها ومذهبها وشعبها وناسها ومن بني جنسها وليس من العار أن هذه الدول على العكس من ذلك تطلع لك كم معمم وكما يتكلمون على حزب الله وعلى إيران هي هذه سياسة هذه الآن الجراح تنكأ والدماء تسيل نعم وأحنا والله نطلع لنا واحد يقول والله ليش تحاربتوا وليش ضربتوا وهذه أمريكا قوية وهي إسرائيل تستوت فيكم هي هذه الحرب هكذا تدار حرب البصير هكذا تدار حرب الوجود وإحنا دل حارب لإسرائيل هي تريد تقول هاي حرب وجود وتريد تتوسع على حسابنا ومن لدي حارب وصاحب المشروع منه الدموي العدواني إحنا الدول العربية لهم